حل أسئلة اللغة الإنجليزية للدور الأول الفراء الأدبي السؤال الأول القطعة الخارجية قائلكم إياها بشكل سريع يقول كانت عنده تجربة مضحكة مسلية الجمعة الماضية سيارته توقفت عن العمل لذلك أخذ باس حتى يذهب للتسوي حتى يشتري شاشة تيفي شاشة للتلفزيون يقول أخذ وياه خمسة آلاف باوند وهذا السعر الذي يغطي شراء شاشة للتلفزيون تيفي سكرين يضع سالم يديه على جيبه لكي يتأكد من أن الظرف موجود في جيبه وبشكل مفاجئ شعر بأنه قد ذهب أو قد وقع يعني الفلوس وقع سالم نظر سالم إلى الناس إلى الـ people نظر إلى الناس الذين حوله لكن ما عرف من هو اللص he said to his friend with a smile قال لصديقه مع ابتسامة unlucky thief لص غير محظوظ has taken from my pocket the envelope لص غير محظوظ أخذ من الاستمارة أو من الظرف مالتي واللي كانت مليانة قطع newspaper يعني مجلة أو هناك الذاب هو تشذب هي مليانة فلوس فهو شي يقول يقول مليانة شي اسمه ورق that I need to write my article والتي أحتاجها لكتابة المقالة مالتي وهناك الذاب هو وضع فلوسه بس يريد يقول للناس ترى ماكو فلوس I think the thief bought it I think the thief thought it was happy it was full of money أعتقد بأن اللص كان يعتقد بأنها مليئة بالمال وكذب هنا هي أصلا مليانة فلوس Then Salim looked down and saw his ورأى سالم بعد ذلك نظر سالم وذو وجد ماله تحت المقعد and picked it up والتقطه يعني أخذه he was happy وكان سعيدا and he left the bus وترك الباص ثم توقف لعد المال count the money معناها يحسب الفلوس السؤال الأول يقول the TV screen cost الشاشة تكلف more than thousand لو less than thousand الشاشة تكلف أقل less الأقل الاختيار به ليش؟ لأنه هو قال السعر هذا يغطي وبالتالي بمعنى أن السعر هو أقل لأنه يغطي السؤال الثاني هم شاف من هو شاف his old friend شاف صديق القديم السؤال الثالث يقول الظرف كان مليئا بالمجلات وهذا حتشي غلط ذكرنا هو قال هذا الحتشي على موديوهم اللص وبالتالي الجواب هو true love was جواب false why did salim put his hand on his pocket ليش salim مضاع فلوسه يبع عيده بجيبه طبعا جواب to make sure to make sure that the envelope was still there حتى لا جوابنا آخر قلنا to make sure that if his money was there عادي ماكو مشكي salim get up the bus to stop salim got off أي بمعنى خرج من الباس لكي شي يسوي count his money حتى يحسب فلوسه give the passage suitable title أعطي القصة عنوان مناسب عادي لو قلنا my friend salim أو لو قلنا salim ماكو أي مشكلة وحتى لو ذكرنا يعني أي جواب آخر ماكو أي مشكلة المهم كلام أو أنه عنوان يكون مرتبط بالقصة نجي على قطع الكتاب يقول why did salim fall into the water ليش طارق وقع في الماء الجواب because the car put him أو push him أو push the boat يعني دفع القارب harder لأنه دفعه بشكل أقوى why what do complaints شني الشكاول الثنين اللي الناس تشتكي عن التوربينات they are unattractive أنها غير جذابة وهي نويزي أي بمعنى صاخبة السؤال الثالث لماذا why do some offices direct أو direct traffic ليش يدرون السهر هذا السؤال جاي خمس مرات وهذه المرة السادسة وزاري جواب to make sure that the drivers can use roads easily السؤال الرابع holidays can give us chance to stop thinking حتى نتوقف عن التفكير والسؤال الخامس يقول المترجمين الفورين يجب أن يكون three active language جواب false ما لازم يكون ثلاثة السؤال السادس فراغ انقطعة المكتبة the author enjoyed his job الكاتب استمتع بوظيفته however إلا أنه قرر decided to wasn't what he wanted to do for the rest of his life إلا أنه قرر أنها لم تكن ما يرغب لبقية حياته ننتقل الآن إلى سؤال القواعد السؤال الأول هذا عن الندم هذا ذكر قلت هذا يعني من الأسئلة اللي أغلب المدرسين ما يشيرون عني لكنه يجي وهذا من النوع اللي لازم شوية نركز به لازم تنحدف you decided not to go to the park with your friends أنت قررت عدم الذهاب إلى المتنز مع صديقي يقول أعمل ندم وقال if only وبالتالي هذا تمرين من التمارين اللي لازم نغير الضمائر بيها وهو تمرين ثاني من تمارين الندم اللي ذكرناه في الفيديوهات you decided not to go to the park with your friends وبالتالي اليور رح أصير I رح أصير if only هاي هو قاي اللي يستخدم في والدي if only I had gone to the park with my friends ذات لاحظ اليور صارت ماي لأنه أنا قاعد يحجي عن نفسي how long you been flying she asking me رح يصير رح يصير الحل she asking me how long I had been flying هذا سؤال المنقود did سلوى family move how see at طبعا شوف اليت هنا دلالة على المضارعة التام وبالتالي رح يصير الحل half سلوى have family هالعائلة سلوى moved شوف did سوناها half والmove سوناها moved الرابعة مستقبل بالماضي I am صير I was بس هذا درجتين هاي هدية مطلق مياه أصلا كثير ما سهل السؤال الذي بعده وهو define عرف بس هنا تنتبه دور رح يصير does وبالتالي الحل رح يصير is someone who does لأنه مفرد دائما قلنا نضيف هنا بما أنه مفرد ونضيف s بما أنه عنده أضيف es مو بس s سبعة she tell us رح يصير الحل طبعا هنا عفوا السادسة tv you watch هنا used to استخدم قيل وبالتالي أغلب الطلاب رح يحلونها you watch to you used to watch إذا تلاحظ أنه أنت يكون شغلة حل مهم إذا تلاحظ أنه جملة multi هي سؤال وبالتالي قاعدة السؤال رح تنزل هنا الحل رح شوية ننتبه علي شوف الحل رح يصير رح يصير did you used to ما كو d ما ك used لأنه سؤال هذا رح تنزل الجملة مثل ما هي وتكتبي هنا did you used to تنزل جملة مثل ما هي بس السابعة عندي شي tell us وعندي as الas وراها مستمر وقبلها بسيط فبجزة الهو رح نقول told وجزة الثانية رح نقول was making العفو وليس 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 was making رح صلح الwas making making of line العاشرة photographer took a picture of witness causative verbs سأفعال السببية هو قيل لك witness هو منطيك الفاعل وبالتالي انت راح تقول هنا the witness اللي هو الشاهد هذا الفاعل قليب البداية وراها هات لان هو اصلا قيل لها وبالتالي لها فصير هات طبعا اقدر اقول his او ها لان الوتنس قد يكون مذكر او مؤنف والمفعول به picture والتصريف الثالث taken نصلا موجودة بالكتاب هذي ماكو شي خارج داعش the police found الشرطة عثروا هذا توقع شن اللي راح اسوي بهذه الجملة كل اللي راح اسوياني احذف ال I think وحط بدل ال will should توقع I think they will arrest they should arrest واخير شي هذا عن use an imperative to give advice استغنفع الامري اللي اعطى نصيحة هذا موجود بالليونة الاول وراح يكون الحال 11 و 12 don't drink too much don't drink too much coffee البعد after after وراها ماضي time راح اصير after we had spoken ماضي تام هاي unit خامس هذا since november since november بما انه عند فعل رئيسي فيجي وراها fully the machine هذا مبني للمجهول is being repaired ليش لانه مستمر طيب شون عرف مستمر من at the moment جاي وزاري قبل هاي have you ever never لا ever لانه سؤال وال ever تجوي السؤال والسادسة عندي هنا اسم مكان اختار where الوتش يجو وراها فعل هذا مو فعل خاف واحد يقول ليش مختار الوتش الوتش دائما يجو وراها is تقريبا تقريبا نجعل السؤال الاسقاطات الفراغات الجملة الاولى الاحتباس الحراري يرفع درجة حرارة الارض وبالتالي درجة الحرارة الثانية police officers in the military رجال الشرطة بالعسكرية يمكن ان يكونون طبعا شيمكن ان يكون يعطسون يمكن ان يكون نصيحة يمكن ب على سبيل المثال حيلوت رح يكون ممكن ان يكون طيارين الثالثة من يونت الثامن يجب ان نتبع انظمة القوانين I always انا دائما اعطس I always sneeze I would like to go on a computer course لداخذ دورة computer to improve لكي احسن السؤال التوصيلات ايضا هو منوع ما جايبين من يونت واحد I have to leave so so من يونت الثاني I can't speak english and arabic اقدر حت انجليزي و عربي فالحل هو so I should be able to talk يجب ان يمكن ان التحدث الى الزائرين الثالثة عيام writing unit السابع انا اكتب لكي اخبرك unit 6 او 7 انا اكتب لك لكي اخبرك بش نو ب about my ATM unit 6 عن صراف العالي الرابعة I can't stay long because ما اقدر ابقى اكثر ليش لانه I am meeting my brother unit 7 if you told me لو انك اخبرتني بانك ذاهب الى لندن you are going to london I would have lent you لعطيتك المرشد كتاب الدليل if you disconnect هاي unit 3 اذا فقدت الاتصال هذا يعني you can't see picture لن تستطيع رؤية الصورة سؤال الاملاء السؤال الاملاء اول وحدة من unit الثامن عكس كلمة عميق هي shallow ضاحل الثانية انجرد يجرح طبعا اغلب الطلاب يعني اكو طلاب غلطان ينبقيها ونفسهم هذكياء كاتبين هكات وبالتالي كلمة خطأ ليست صحيحة الكلمة الصحيحة هي هيرت يؤذيك هاي يونت الثانية اللي هو سؤال الرسمي والغير الرسمي اختصار speak english and arabic بالمناسبة هذة السؤال هم مجاوبينك علي اذا تلاحظ هذة هنا موجود هنا شوف موجود هنا تخيل هم مجاوبين لك سؤال شي تريدون بعض بار سوري بار 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 استوند استوند طبعا استوند جوابها puzzled اللي هي حائر وأكلها جواب ثاني عاد لها جوابتها جواب ثاني ماكو اي مشكلة wonder wonderful attract فراح اصير attractive مفصل في الذراع عاد لها جوابنا اي وحدة منها ذني او حتى لو قلنا shoulder ماكو اي مشكلة rest album ماكو اي مشكلة الادب في سنة 1967 في سنة 1967 العراق كان في حرب ضده اسرائيل اراك وزور against اسرائيل الثانية وضد كناري دو ما الذي كان يفعله الكناري to attract حتى يجذب child كيف نقل الرسالة الى الطفلة الصغيرة ستار شلو نقل هاي الرسالة بإخبارها that her father is like smooth بأن والدها مثل الدخان and she can see him وهي يمكن عندما تغلق عندما تغلق عينيها السؤال الرابع جوزاري هاي المرة العاشرة أو 11 الناس لديهم فكرة بأن الطيور heartless وجواب هذا صحيح كيف انتهت قصة الكناري by the death of the canary أو حتى لو قلنا sadly sadly حب حزن ما كان مشكلة والسؤال السادس جاي على شكل ثلاث فراغات يقول to sustain family هو ثلاث فراغات الفراغ الأول نقول له to sustain family الفراغ الثاني to make child secure الفراغ الثالث to love each other to love each other أما بالنسبة للإنشاءات شكوى إلى بنك unit 6 واليوم السيء unit 8 هو من النوع اللي أنصحكم بالمرشحات لكن الحمد لله خبرتي بالمادة قوية وهذا البارحة نشرته ساعة 9 يعني بالعشرة بالليل قلت لهم بقروا هذاني الحصول على وظيفة unit 2 شكوى إلى بن unit 6 يوم سيء ويوم رهاع هذانيان 4 الحمد لله هجينا 2 من عدن أنا مو ملك المرشحات ولا أقدر أطيق أسئلة لكن نحن نشوف خبرتنا قلت لك أنا أركز على قطعة زيت طالب رح يجي من عدن نقطة وفعلا اجي نقطة برحة بالإملاء قلت لهم ركزوا على هذا unit الخامس مدعى للمرشحات والمتوقعات الصحيح الواحد لازم يقرأ المادة كاملا حتى يجيب معدل عالي ويرفع ويرفع معدلة ويفرحنا ويفرحنا كليتنا بهذه الدرجة العالي أسأل الله أني موفقكم بالأخير أحب أقول لكم هذي مونا هذية العالم حتى لو ما جوابت فإن شاء الله رح أسألكم دورة مجانية على الدور الثاني وإن شاء الله ما أقصر إياكم أبدا تحياتي لكم الأستاذ محمد النوفلي والسلام عليكم